خلال الفترة اللي فاتك ما كانش فيه نزول في اسعار الموبايلات كانت تقريبا بنسبة نرى الاسعار سبتة ولكن حاليا فيك موبايل كده سعرهم بدأ ينزل وبقدوا صفقة كويسة من وجهة نظريك. قبل ما اقول لك اي حاجة اكيد ما تساش لايكك سبسكريبك الرقاية وتفعل الجرح عشان يوصلك منا دائما كل جديد. لايكك وشيرك بفروق كتير جدا في اشار الفيديو. ما تساش كمان تدعمنا على صفحة الفيز. ممكن هسيب لك اللينك تحت في الديسكريبشن. اما دلوقتي بقى خلاني نخش في تفاصيل الفيديو. اهلت وسلام بكم. انا محمد ودي قناة وخليني ببدايا بس قبل ما اقول لك على الموبايلات اللي سعرها نزل اقول على حاجة بتدايقني. واول مرة اقول ان الحاجة دي فعلا بتدايقني. بيجيني كزا كومنت الفترة الاخيرة. ناس بتقول لي انت بتكرر الفيديوهات انت مش عارف ايه كل ده عشان الموبايلات سعرها نزل انا بعملها. طبيعيا ان الموبايلات سعرها نزل في كل مرة هتلاقي موبايلات انا اتكلمت عنها قبل كده ولكن الموبايلات دي سعرها بدأ ينزل تاني. فانا المفروض ان انا تعب نفسي وعمل بدور لك على الموبايلات وكل موبايل سعره بتحرك بارجع اتكلم عنه تاني. واجب لك السعر الجديد بتاعه وقول لك خد بالك الموبايل دي سعره نزل. ليه ما بتحسناش ان انا بساعدك? ليه ما بتحسناش ان انا بحاول افيدك? الموضوع على فكرة ضغطة عليها جامد ان انا عاود ادور لك على الموبايلات هنا ودور لك على الاسعار هنا وحاول ان انا جمع لك من هنا وجمع لك من هنا واجه عرض لك الاسعار دي وقول لك اشتري الموبايلات دي ما انا ممكن اقبر دماغي. بيصعب علي ان في ناس كتير جدا بتروح تنبس في موبايلات ما لقاش لازمة. فده مش تقرار على قد ما انا خايف عليك وبحاول ان انا افيدك. دول كلماتين اتمنى انه بيكونوا خفافة على قلبكم. اما دلوقتي بقى خليني اتكلم عن اول موبايل. الموبايل ده بصراحة اول ما نزل يعني انا اتكلمت عنه وقلت انه من افضل للموبايلات في فقاته. بس حاليا الموبايل سعره نزل جامد جدا هو الموبايل ده اول ما نزل كان بتسعة تلاف وبتمانية تسعم مية للنسخة لتلاشر متين ستة وخمسين. حاليا انا شايفه عندي دريم الفين من نزلين بوست بيقولوا ان الموبايل سعره سبعة تلاف وتمانين جنيه للنسخة لتلاشر متين ستة وخمسين. فده حاجة كويسة ان الموبايل اتنقل سعره من فقات التسعة تلاف نزل لفقات سمعة تلاف. وقولك انه من اقوى الصفقات اللي ممكن تكون موجودة بعد سعر الجديد ده. ليه بقى? لان الموبايل بيقدم لك اتناشر دي جباية متين ستة وخمسين جيجا زكرة تخزينية مع تصميم شيك جدا سماعات ستيريو بطارية ممتازة جدا معاك معالج محترم تسعة وتسعين وفي نفس رأتي وجهة ايتل كويسة ومعنديش عضاء اي اعتراض. وكمان تجربة الالعاب على الموبايل كويسة. شاشة تعتبر محترمة بالغول بنش وحفص لها تعتبر مقبولة. مية وعشرين هرتز ولكن مشكلتها بس انها لكن غير كده وصفات الموبايل تعتبر حلوة جدا على فقاته السعرية. تاني الموبايل ما يقلش اهمية عن الموبايل ده وبرضه من وسعره نزل من سبعة تلاف وستة تلاف ونص لحد خمس تلاف تمامين جنيه. هو الموبايل ده بالنسباني برضو صفقة حلوة جدا حاليا. لان الموبايل ده كان بستة ونص اول ما نزل. وقلت انه كنا حلوة مقابل السعر. جي واحد وتسعين في نفس الوقت شاشة كويسة بتيجي بالأول بانش وحفص لها تعتبر محترمة. الشاشة هنا كمان تسعين هرتز حلوة جدا ما عندش على اي اعتراض. الاداء كويس جدا على الموبايل وعلى الفئة السعرية بتاعة الموبايل بيجيب كاميرا السيمية وتمانية ميجا بيكسل مع او اي اس. فهو بيقدم توليفة حلوة ايام كانت بستة ونص. دلوقتي الموبايل وصل سعره لخمسة ونمية. ودي حاجة احتمرة ممتازة للنسخة تمانية مية تمانية وعشرين. والنسخة تمانية مثل ستة وخمسين بعد ما كانت بسبعة تلاف نزل سعرها لستة تلاف وتلتمين جنيه. اما بالنسبة للموبايل بعد كده فهو دايما على كلامي لسه بقول انه من اعلى الموبايلات قيمة مقابل سعر تحت عشر تلاف جنيه وتكلمت عنه كتير بما فيك كفاية بس سعره بدأ ينزل وهو سامسونج اي خمسة وعشرين. حاليا الموبايل سعره نزل لتمانية تسعمية وخمسين نزل لفئة التمن تلاف وانا شايف انه كده بيقدم قيمة حلوة جدا حاليا وقبل السعر. كفاية نقول لك الشاشة الاولى دل مئة وعشرين هرتز المعالج الاجزينوس الف متنين وتمانين مع تصوير هيديوهات فور كي وكاميرا اساسية وكاميرا التر ويد في تصوير الصور محترمة جدا برضو معاكم ادخل ثلاثة ونصف ميلي ومايكروفون سلوة العزلة ضوضاء والانفسي وكل حاجة انت بتدور عليها. فالموبايل بالنسبة لي خلطة حلوة على فئة التمن تلاف جنيه حاليا ونزول سعره ده بيحطوا كالاعلى قيمة مقابل سعر حاليا في الفئة دي. الموبايل بعد كده هو ولكن قبل ما تتكلم انا بتكلم عن نسخة الستة مية تمانية وعشرين وآه الموبايل توفر منه نسخة ستنام ودي حاجة كويسة بسعر سبعة الاف ومتين جنيه. وانا شاف انه كده الى حد ما بيقدم قيمة حلوة مقابل السعر. ده لو انت بتدور على موبايل مستقر يكمل معك سنين قدان. وبيدي لك تجربة العاب محترمة مع شاشة شكلها كويس. بلقول بنشو حافص في لها مقبولة وتصميم شكل ومحترم. لو انت بتدور على الحاجات دي فالريلمي تويل في اكس ممتاز. ولكن لو انت بتدور على ضكة شاشة محترمة. بتدور على سرعة شاحن عالية فهي مش موجودة للأسف في الريلمي تويل في اكس. بس على سعره. على شاف انه اقوى اداء دلوقتي عند الريلمي في السعر ده. لو انت بقى بتحب شاومي فالموبايل ده هو افضل صفقة من شاومي حاليا ممكن تجيبها. في فئة سبعة الاف او فئة تمن تلاف جنيه دلوقتي. وهو الريدمي نوت سرتين العادي النسخة الفور جي. ليه بقى? لان الموبايل ده النسخة ستة مئة امانية وعشرين منه نزلت لتمن تلاف سبعة تلاف وتسعومين جنيه. والنسخة تمانية متين ستة وخمسين حاليا بتمانية ولص. لو انت بسيت من شاومي هتلاقي ان منافسه الرئيسي هو الجديد. وانا شايف ان ما فيش مقارنة تماما. نوت سرتين واحترم جدا كاداء. مع المعالج الاسنب درجل ستمية خمسة وتمانين شاشة قوية جدا. صعب تلاقي زياء تاني من شاومي هنا. امولد مئة وعشرين هرتز فون اتش دي بلاس الف وتنممائة نتسم. اصغر حواف. شاحن تلاتة وتلاتين وقت بطارية خمس تلاف ميلا امبير فالموبايل توليفة حلوة صراحة واحلى في الشاشة. وفي الاداء وفي الكاميرات من وجهة نظره من الريدمي سرتين. اما لو انت عايز موبايل من شاومي بقى 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 سيت تلاف جنيه فاسيبك من اي موبايل تاني وراح دلوقتي عاتل للنسخة تمانية مية تمانية وعشرين منه سعرها سيت تسطمية بالزبط. اللي بيميز الموبايل ده الشاشة الاي باس الفول اتش بلاس التسعين هرتز مع الجي تمانية وتمانين اللي ادي لك اداء محترم تجربة كاميرا محترمة وكمان عندك ظهر من الازاز زي الجديد اللي بيحاولوا يسوقوا ولكن انت انا بتوفى فلوس احسن. بتدفع ستة تلاف وستمية بدل ما طرح تجيب الريدمي سرتين النسخة تمانية مية تمانية وعشرين اجيبها بسمعة ونص تقريبا ممكن اكتر من كده كمان فبالنسبة لك هو الصفقة مش الريدمي سرتين. اما بالنسبة الموبايل بعد كده هو من اكتر الموبايلات اللي انا بحبها وفكرت جديا ان الموبايل ده يكون هو الموبايل الشخصي بالنسبة لي في الفترة اللي جاية. لان الموبايل بيقدم توليفة الاحترمة انا شايف من وجه التنظر انه مش لقصه اي حاجة. الموبايل فعلا متوازن يمكن مدخل تلاتة ونص من اللي بس هو اللي لقصه. ولكن انا جايب لك النسخة اللي انا شايف ان سعرها مش احسن حاجة بس هي نزلت النسخة اللي تلاشر خمسمائة واتناشر كانت بسبعتاشر وقصور حاليا نزلت لستاشر ستمية. بتكلم عنه ليه? عشان نوه لك ان النسخة التمانية ستة وخمسين لو نزلت دلوقت تدور عليها هتلاقيها بفئة خمستاشر الف خمستاشر تمنوية خمستاشر سمعمية. فيكون بالنسبة لك هو احسن في الفئة المتوسطة حاليا. عايز موبايل من في فئة ستة الاف جنيه. وبرغم كل العاكة اللي بتعمله مؤخرا سي واحد وستين وستة علاتة وستين والعابل ده خليك في الرلمي سي خمسة وستين للنسخة ستة مية تمانية وعشرين دلوقتي بستة ربعمية. ده لو انت ملتش رلمي سي سبعة وستين فده الاختيار التاني بالنسبة لك. معالج نجي خمسة وتمانين مع الشاحن الخمسة واربعين وقت البطارية الخمسة تلاف ميلا امبير. الكابرة الاساسية الخلفية الكويسة والشاشة الحلوة اللي جاية بالهول بنش وحافظ فلاس غيرها اي بي اس كويسة ولكن مشكلتها بالنسبة لي انها لكن غير كده الموبايل توليفة حلوة ولو ما فيش رلمي سي سبعة وستين يبقى رلمي سي خمسة وستين هو الاحاع. الموبايل بعد كده هو فلاكشب حرفيا ولكن السنة اللي فاتت لو انت عايز موبايل فلاكشب تجيب الموبايل ده لان سعره خطير هو الموبايل سعره دلوقتي عند انشيق ستور خمسة وتنتين الف وخمسمية وانا شايف انه صفقة مستحيل تلاقي زياء تاني. من شاشة قوية جدا. الشاشة الخطيرة بتاعت سامسونج المحترمة اللي بتجي بحواف مربعة لمشاهدة محتوى ممتعة. تجربة كاميرات مش هتلاقي زي الموبايل ده غير في الموبايلات الفلاكشب. لكن كل موبايلات الفاة المتوسطة والفاة المتوسطة العليا ما فيش مقارنة. وكمال تصوير فيديو انت صعب انك تلاقي المواصفات دي في الفاة السعرية بتاعته وخصوصا تجربة القلم والمعانج المعمول مخصصة لشركة سامسونج. فانا شايف ان الموبايل ده صفقة قوية. ولو انت بتدور على ارخص فلاكشب السنة مش هتلاقي موبايل تاني في تامله حرفيا ومفيش قدامك غير الاونر ماجيك سيكس برو. ارخص فلاكشب من وجهة نظري في السوق المصري بيجي بمعالج اسلام دراجون مع اقوى تجربة كاميرات في العالم كاركام. انا مش بتكلم على ناتايك صور. مع ان هو ناتايك صور وفعلا مبهرة للعين. بس انا بتكلم على ان الموبايل ده واخد اعلى تحقيقين لتجربة الكاميرات على مستوى الموبايلات كلها في العالم. اتنشر جيجا بايت لام خمسمية واتنشر جيجا زاكرية تخزينية. فالموبايل فعلا متوحش. وما فيش حاجة هو سعيبة عرافيا. سرعة شاحن خطيرة بطارية ممتازة. سماعات استيريو قوية. فلو انت عايز فلاكشب. حاجة فده ارخص موبايل في ممكن تلاقيه في مصر. واخيرا الموبايل هتكلم عنه سريعا كده هو سعره نزل ولكن نسا ما انصحش انها بتشتريه هو النسخة الفور جي من شاومي. الموبايل حاليا سعر موصل لحد سعر الف وتسعمية ولكن اتمنى ان سعره ينزل اكتر من كده لان نشايف الموبايل ده ممكن تحت فقط عشر تلاف جنيه اه صفقة حلوة. ولكن طول ما هو في فوق العشر تلاف لأ استنى الموبايل سعره ينزل اكتر. اهم حاجة بتميز الموبايل ده الشاشة الاولد الخطيرة اللي في اللي بحواف قليلة جدا اللي بتجيب الف وتمنمائة مية وعشرين هرتز. دي تعتبر الحاجة اللي بتلمع في الموبايل ده مع سماعات ستريو حلوة. تجربة كاميرا اساسية حلوة معك برضو الكاميرا الالترا عادي. بطارية خمس تلاف ملا امبير شحن سبعة وستين وقت ولكن في فقته دي بيتكلم في معالج جنيه تسعة وتسعين الترا. لا في معالجات اقوى زي الضيمنستة الف وتمانين. ولكن لو انت بتحب شاومي وعايز في فقط حداشر الف جنيه فمهدمكش غير الموبايل ده هو الوحيد اللي ينفع تشتريه. وبس كده وبكده نكون ما وصل لهاية الفيديو اكد نتساش لايكك سبسكرايبك رايي وتفعه على الجرس شاني وصل لك منا دي ما كل جديد. وكالعادة انت زرني الفيديو جديد. سلام.